بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار محمد المختار نعم نور الأنوار في واد غير ذي زرع ابتعد سيدنا إبراهيم عن زوجته وعن ولده ورفع يديه وقال قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون في سورة إبراهيم هذه إذن سيدنا إبراهيم ألهمه الله إلى دعاء جامع وضع ولده وزوجته وقفل راجعا ترك لهم قليل من الزاد ولكن هذا الدعاء يجب أن نتوقف عنده ويجب أن يتوقف عنده كل والد كل والد يجب أن يقول هذا الدعاء إذن طلب الأمر أمر الدين وأمر الدنيا طلب بأن يكونوا من مقيمي الصلاة وطلب أن تهوي إليهم الأفئدة يعني أن يرزقهم الله الصحبة والأنس بالناس بأن يكون هناك مجتمع متماسك وطلب أن يرزقهم الله من الثمرات إذن كما قلنا هذا دعاء جامع لأمر الدين والدنيا وسيستجيب الله وسنرى دعوة سيدنا إبراهيم وها نحن نراها في هذا الزمان وين من راو الكعبة وين من راو الطائفين تلك استجابة الله لدعوة سيدنا إبراهيم ماذا حدث؟ السيدة هاجر قعدت بحدها ولدها وعندهم قليل من الزيد الماء والتمر نفذ بسرعة شربت وشربت ولدها اللي عندهم وبعد نفذ الزيد وعطشت وعطش ولدها وملقات ما تعمل ما قعدتش بحدها تبكي ما قعدتش تلوم على راجلها ما قعدتش تعمل في حتى شيء من اللي نعملوه نحن واستنسنا باليأس اللي ينتابنا في كل الحالات فذهبت إلى الصفاء صعدت إلى جبل الصفاء وأرادت أن تنظر حولها تبحث عن أي شيء إنسان زاد أي حاجة تفركس عليها تعاونها في الأزمة اللي هي فيها صعدت على الصفاء وألقت نظرة غزرت في البلاسة اللي فيها ولدها مرات شيء نزلت صعدت على المروة كذلك غزرت على اليمين غزرت على الإسار وباقي عينها على ولدها هي متنجمش تشوف ولدها لكي تطلع على الصفاء مشيت وجيت صعدت نزلت صعدت نزلت قامت بهذا الأمر سبع مرات إذن السيدة هاجر الله سبحانه وتعالى مطلع على هذا الحدث لأنا لأنت للكتب قيدتهن أما الله سبحانه وتعالى هو الذي أعلمنا بهذا الأمر عن طريق نبيه صلى الله عليه وسلم سعت السيدة هاجر بين الصفاء والمروة سبعة أشواط وابنها وحيد يبكي ويتدور جوعا ينتظر لقمة ولا ينتظر شرب ماء ما فم حتى شيء وفجأة سمعت صوت نزلت بسرعة مهرولة نحو وليدها فجاء سيدنا جبريل وضرب بجناحيه عند قدم سيدنا إسماعيل وتفجر الماء خرج الماء من بحث قدم سيدنا إسماعيل بدأت السيدة هاجر خايفة على الماء لايوفة ترص عليه وتلم فيه وتقول له زم زم يعني ما تحبوش يتنحة تحب تشرب وتشرب ولدها إذن السيدة هاجر عندما صعدت إلى الصفاء وهرولت بين الصفاء والمروى نأخذ الملامح أن السيدة هاجر صفت بيقينها مع ربها وكانت صادقة وكانت تنتظر أمر ربها وكانت كلها يقين بأنه لن يضيعها وفعلا جاء المدد والماء هو مقوم الحياة نحن نعلم أن الإنسان مصنوع من مخلوق من جسد ومن روح ورب سبحانه جعل غذاء الروح الوحي وغذاء الجسد الماء فجاء أمين الوحي وضرب بجناحه عند قدم سيدنا إسماعيل الذي يحمل نور رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفجر زم زم شربت وروت وأعطت لابنها فشرب وبقيت هناك بجانب الماء إلى أن جاءت الطيور تحوم حول هذا المكان فما قبيلة جاء من اليمن قبيلة جرهم شافوا الطيور من بعيد قالوا هذا ما ينجم يكون كان ماء رغم للبراسة ديكا ما فيهاش ماء أما مش معقول بش الطيور تحوم حول ذلك المكان إلا إذا كان فما ماء هيا نمشي ونشوفه وصلت القافلة اللي جاء من قبيلة جرهم من اليمن القاو السيدة هاجر هي وولدها استأذنوها قالوا لها تخلينا نعيش معاك ونستقروا لهنا قالت لهم على شرط الماء أنا نحكم فيه أنا صاحبة الماء ورب العالمين سبحانه وتعالى يهيئ يهيئ الاستقرار سيدنا إسماعيل الذي يحمل النور نور رسول الله في الجزيرة العربية وإذا أراد الله سبحانه وتعالى أمرا هيئ له فاستقرت تلك القافلة إيجا أنا وإياك نوخره بالشوية بالتوالي ونشوفه كيفاش كانت هي عطشانة وولدها عطشان وتوى قافلة كاملة تضرب في الخيال ونساء ورجال والمعدات متاحهم وعندهم أوانيهم وعندهم برامجهم إذن أصبحت مقاومات الحياة موجودة في رمشعين عندما يأذن الله سبحانه وتعالى قال له هو قال له رب جعل أفئدة من الناس تهوي إليهم هذه الأفئدة الأولى وانطلقت معناتها الأفئدة تهوي إلى ذلك المكان إلى الآن كل من يشتاق للذهاب إلى البقاع المقدسة هي استجابة دعوة سيدنا إبراهيم فاستقرت قبيلة جرهم في ذلك المكان الطاهر استعداداً لقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن نستحضر دائماً أن الله يهيئ لمقدم رسول الله ويهيئ للرسالة الخاتمة هذا الأمر أربعاليف سنة قبل الفترة متاعنا تويكل إذن قلنا أن قبيلة جرهم استقرت هناك وترعرع سيدنا إسماعيل مع أبناء القبيلة هذيك وعلموه اللغة العربية كما قلنا زد كذلك الله يهيئ لللسان العربي المبين لأن الرسالة الخاتمة هي المعجزة الأخيرة التي ستكون قرآن بلسان عربي مبين وفي هذه الفترة عندما استقرت السيدة هاجر وابنها مع قبيلة جرهم الذين علموه اللغة العربية كل هذا في إطار التهيئة لمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم سنرى ماذا حدث بعد هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته